لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مطلع العام 2025 مدد مجلس النواب عمل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في قرار صوت عليه بالأغلبية خلال جلسة الأربعاء قرار ألزم المفوضية بإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لها مفوضية الانتخابات من جهتها أعلنت التزامها بالقرار لكنها طالبت بتحديد موعد جديد لانتخابات الإقليم التي كانت مقررة في العاشر من الشهر المقبل مجلس المفوضين ضمن استعداداته أو مستعد لإجراء هذه الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية والعمل الإجاري في مفوضية الانتخابات سوف تكون هناك أكيد يجب أن يكون يحدد موعد آخر لإجراء هذه الانتخابات كون ما حدث من ظروف مثل الأمر الولائي الخاص بالمحكمة الانتحادية والتوقيت الزمن الخاص وفقاً لأبات بردمان الإقليم يعد إرضاء للحزب الديموقراطي الكردستاني وعدته استخفافاً بالمرجعيات السياسية والقضائية والدستورية وكان موقف الاتحاد الوطني المنافس الرئيس للحزب الديموقراطي أكثر ليوناتاً من هذا الطلب بعد أن ضمن استمرار عمل مفوضية الانتخابات ويتوقع مراقبون أن تستغل فترة التأجيل سياسياً لتخفيف حدة الاحتقال السياسي بين فرقاء البيت الكردي اليوم أصبح أحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق أمام أمر واقع قانوني لابد أن يتفقوا على إجراء الانتخابات ورئيس إقليم كردستان العراق بحسب القانون النافذ في إقليم من صلاحيته أن يحدد مدة لإجراء الانتخابات على أن لا يتجاوز عمر تمديد مفوضية الانتخابات في بغداد ويرى خبراء قانون أن تمديد عمل مفوضية الانتخابات هذا سيكون كافياً فقط لإجراء انتخابات برلمان الإقليم ولا يمكنها من تنظيم الانتخابات النيابية العامة نهاية العام المقبل ما يجعل مجلس النواب أمام خيارين لا ثالثة لهما إما تمديد ثالث لعمر المفوضية خارج السياقات القانونية أو حلها وتشكيل مفوضية جديدة وهو خيار قد يصعب تحقيقه بسبب الخلافات السياسية العميقة بشأنه يوسف الحسيني الحرة أربيل ترجمة نانسي قنقر